حول هذا الموضوع معنا من القاهرة دكتور إسلام عنان مدير اقتصاديات الصحة والأوبئة بكلية الصيدلة جامعة مصر الدولية والمستقبل. دكتور إسلام أهلا بك مرة أخرى على بي بي سي. بعض التقارير تقول أن ربما قد تكون أعداد الإصابات في مصر التي لم يتم رصدها حتى الآن. قد تكون أعلى من النسب المعلنة حتى الآن. هل يعتبر هذا الكلام واقعي بالنظر إلى الكثافة السكانية العالية في مصر؟ دي فرصة كويسة جدا نوضح للناس الدراسة بتتعامل إزاي؟ فكرة أن يبقى فيه 19 ألف أو حتى 25 ألف مصاب. دي بتعتمد على أن التحليل أو شجرة الـ probability tree ما يعتمد على العشوائية. يعني لو ما كانش فيه كسر للـ chain reaction، التفاعل التسلسلي للإصابة، الإصابات هتوصل للـ 19 ألف. هي معتمدة مبدئيا وأهم حاجة فيها على العشوائية في نقل الفيروس. لو تم كسر الـ chain reaction، التفاعل التسلسلي، كل الدراسة دي أرقامها هتبقى غلط. فبالتالي هي الدراسة مهتمدة فقط على كده شجرة احتمالات عشوائية. اللي إحنا بنحاول نعمله إنها نكسر الاحتمالات دي، الـ chain reaction، بحيث الأرقام ما توصلش لكده. الأرقام دي كلها حسابية معمولة على Excel sheets، ومش على أرض الواقع. فبالتالي إحنا مش هنشوف الحالات دي على أرض الواقع. أنا محب بس نطمن الناس. المشكلة كلها كمان في إن مصر مجتمع شاب. إحنا متوسط الأعمار في مصر 24 سنة. فحتى لو كان الإصابات هتزيد، إحنا غالباً مش هنشوف الإصابات دي لأن الشباب ما بيظهرش عليهم أعراض. غالباً ما فيش حد فيهم هيبقى محتاج حتى يروح للمستشفى يكشف. فالأرقام التي تجدنا غالباً الأرقام التي يظهر عليها أعراض تستدعي أن الشخص يروح للمستشفى ويكشف ويخاف أنه يكون عنده كورونا فيروس. أعتيت على ذكر نسبة الشباب في مصر. هل أن هذه الفئة العمرية أو ربما فئة المتقدمين في السن في أوروبا؟ هل هذا ما دفع إلى ارتفاع أو بعض الأسباب التي دفعت إلى ارتفاع هذا العدد المهول في الدول الأوروبية برأيك؟ قارة أوروبا قارة عجوز في متوسط الأعمار. عكس بلادنا في الشرق الأوسط. نحن معظم بلاد الشرق الأوسط أعمارها صغيرة. هذه أيضاً مشكلة صغيرة. هذه حاجة إيجابية. لأن معظم الشباب لا يباني عليهم أعراض. بس مشكلتها أنه ممكن أن الناس تستخف شوية بالمرض. اللي احنا شفناه مبارح وأول من التكدس الرهيب في السوبر ماركت والمولات. والناس بتحاول تخزن. أنا شايف الموضوع ده في قلة وعي. لأنه أنت مش هيجي لك تقريباً أعراض. بس أنت هتنقل المرض لأهلك والناس الكبار في السن في مصر. وده هتبقى حاجة في منطقة الخطورة. إحنا غالباً مش هنحس بخطورة الفيروس اللي ما يصيب حد من قريبنا وأهلنا. مش محتاجين نوصل للسيناريو ده. عايزين نبص على اللي حصل في إيطاليا وأسبانيا. ونحاول أن احنا منكررش الموضوع ده. إما نعمل اللوكداون الإغلاق التام بحزافيره. إما إحنا فقط بنؤخر التسلسل. ده اللي إحنا مش محتاجين. ومش عايزين إحنا فقط بأخرنا أن العدد يكبر. وفي نفس الوقت إحنا خدنا إجراءات ضرتنا اقتصادياً. ومفاديتناش قوي. إما نمنع كل الاجتماعات والناس يبعندها وعي. وأنا شايف أن الضخ الأموال اللي حصل في مصر. محتاج أغلبه يروح للوعي. يعني إيه لوكداون. يعني إيه انتشار. ويعني إن انت لو شاب ومش هايزة عليك أعراض. خاف على الناس الكبار في السن. وخاف على بقية الناس التي تنقلهم العدوى. أنت مش خايف دلوقتي على نفسك. بس في مسؤولية اجتماعية. مش عليك على بقية المصريين. والناس الكبار في السن في مصر. دكتور إسلام. إذا ما نظرنا إلى الوضع بصورة عامة. وإذا ما قررنا بين الإنفلونزا العادية. ووباء كورونا. عادة في مثل هذا الوقت من العام. هل أن الإصابات أو الوفيات نتيجة الإنفلونزا العادية. هل هو يقارب أو أقل أم ماذا؟ مقارنة بوباء كورونا؟ حاليا أقل. والحاجة الثانية. كوفيد ناينتين سيلكتف. إختيار. يختار فئة معينة من الناس. الناس الكبار في السن. الناس اللي عندهم أمراض مزمنة. الناس اللي عندهم مشكلة في المناع. الإميوني كومبرمايز. فبالتالي. المقارنة ما بين الإنفلونزا. وبعض اللي شاهدناها على السوشال ميديا. إن الإنفلونزا أخطر. كوفيد ناينتين بسيط. المقارنة غلط تماما. كوفيد ناينتين ممكن يكون. النسب وفياته قليلة. بس يختار بعناية شديدة. فئة معينة في الإصابات. فبالتالي هو شديد الخطورة للفئة دي. فلازم ما نقارنش. المقارنة غير عدلة تماما. الإنفلونزا كده كده ليها أمصال. ونحن نعرف نطقيها إزاي. إحنا قدام فيروس جديد. ما نعرفش الخصائص بتاعته بحزفرها. بيتطور. في دراسات كتير. بيحصل له ميوتيشن وتحور كل فترة. فبالتالي. المفروض لا نستخفش بالكوفيد. أي مقارنة بين الإنفلونزا. أنا شايفة فيها نوع من الاستخفاف قليلا. هذا. دهمنا الوقت. شكرا لك من القاهرة. الدكتور إسلام عنان. مدرس اقتصاديات الصحة والأوبئة. بكلية الصيد لجامعة مصر الدولية. والمستقبل.